السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتناول البرنامج العديد من الدروس التربوية والإيمانية من قصة الخليل إبراهيم عليه السلام يدعو البرنامج يوميا في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ويعاد في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراء نظمت أمانة حزب النور بمركز دشنا مساء الثلاثاء حفلا لتكريم أوائل الشهادات التعليمية العامة والأزهرية بحضور الدكتور مصطفى عبده عضو الهيئة العليا للحزب والدكتور حسين طه رئيس اللجنة الصحية بالمحافظة وقيارات العملية التعليمية بالمركز ومدير المدارس وأولياء الأمور والطلاب المتفوقين وبعض الشخصيات العامة قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأربعاء إن ثلاثمائة طفل فلسطيني محتجزون في السجون الإسرائيلية مما يحرمهم من مواصلة تعليمهم تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فتاة يهودية تعلن إسلامها داخل المسجل الأقصى ما أثار دجة كبيرة داخل الأوساط اليهودية في متابعة مستمرة لتكليفات حزب النور بأمانة الإسكندرية لدوائر المحافظة وصل مسؤول شيخات دائرة منتزه أول لاجتماع بأعضاء الدائرة لمتابعة سير العمل أكدت مصادر أمنية تابعة للجيش الليبي أن عناصر من تنظيم داعش قاموا صباح الأربعاء بذبح 14 جنديا من قوات الجيش الليبي بحسب موقع العربية أفادت قناة العربية بإصابة وكيل محافظة البيضاء ومقتل ثلاثة من مرافقيه في كمين بمحافظة أبين في اليمن أعلنت المحكمة العليا السعودية أمس الثلاثاء أن اليوم الأربعاء هو أول أيام شهر ذي الحجة ويكون الوقوف بعرفة يوم الخميس التاسع من الشهر نفسه ويوافق الواحد وثلاثين من شهر أغسطس وبذلك يكون عيد الأطحى المبارك هو يوم الجمعة الذي يريه ويوافق الأول من سبتمبر 2017 دشنت وزارة الثقافة والإعلام السعودية أمس الثلاثاء حملة لترحيب بالحجاج خلال موسم الحج لهذا العام بعنوان السعودية ترحب بالعالم وذلك في إطار التغطية الإعلامية لمشاعر الحج شددت المملكة العربية السعودية على ضيوف الرحمن الوافدين للأراضي المقدسة لأداء شعائر الحج ضرورة التقيد بالإجراءات والأنظمة والأوامر القاضية بمنع جمع التبرعات بوسطة أفراد أو جهات دون الحصول على موافقة الجهات الرسمية ومحاسبة المخالفين وفق الأنظمة المرعية بالمملكة ومنها نظام مكافحة الإرهاب وتمويله بالإضافة إلى إبعاد أي وافد يثبت تورطه في ذلك اتفقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية والهيئة السعودية للمهندسين على إيقاف استقدام المهندسين الوافدين ممن تقل خبرتهم المهنية عن خمس سنوات إضافة إلى إلزام المهندسين الوافدين المستقدمين باختبار مهني ومقابلة شخصية عن طريق الهيئة لتأكد من إلمام المهندس الوافد بالمهنة وتخصصه أغلقت شاد اليوم الأربعاء السفارة القطرية لديها ومنحت الدبلوماسيين فيها مهلة عشرة أيام لمغادرة البلاد متهمة الدولة الخليجية بمحاولة زعزعة استقرارها عن طريق جارتها الشمالية ليبيا قال أحمد بن سعيد الرمحي مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إن السنغال أعادت سفيرها إلى الدوحة ذكرت مصادر أمنية تركية أن سبعة من كبار قارة الجيش التركي قدموا استقالاتهم إلى وزارة الدفاع على خلفية التوتر الدائر بين الرئيس التركي رجال طيب أردوغان وقائد القوات الخاصة الفريق زكائي أساكالي الذي قد عملية درع الفرات التركية في سوريا استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وأكد الرئيس خلال اللقاء الدورة المحورية الذي يقوم به الأزهر الشريف باعتباره منارة للفكر الإسلامي المعتدل مشيرا إلى ما لمسه خلال زياراته الخارجية وآخرها إلى عرد من الدول الأفريقية من إشارة بما يقوم به الأزهر من جهود في سبيل نشر التعاليم الصحيحة للدين وتفنيد ما علاق به من أفكار مغلوطة قال الدكتور أحمد حسني نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات إن الجامعة ستشهد هذا العام عودة اتحاد الطلاب مرة أخرى بعد غياب أربع سنوات أصدرت دار الإفتاء بيانا أكرت فيه رفضها دعوة رئيس تونس الباجي قائد السبسي بالمساواة بين الرجل والمرأة في المواريث وذلك بعد بيان الأزهر الذي رفض تلك الدعوة حسب ما ذكرت قناة العربية وأكدت دار الإفتاء أنه لا اجتهاد في الأحكام الشرعية قطعية الثبوت والدلالة ولا مجال فيها لوجهات النظر الشخصية والتي منها أحكام المواريث لأنها حسمت بنصوص شرعية قطعية وصريحة لا تحتمل أكثر من معنى أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا بأن تكون إجازة عيد الأطحى المبارك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 31 من أغسطس عام 2017 ميلادية حتى يوم الاثنين الموافق 4 من سبتمبر عام 2017 ميلادية وذلك بالنسبة للعاملين في الوزارات والمصالح والهيئات العامة والقومية ووحدات الإدارة المحلية والعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام أعلنت وزارة القوى العاملة أمس الثلاثاء عن إجازة عيد الأطحى للعاملين في القطاع الخاص حيث نص القرار على اعتبار أيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1438 هجرية وهي أيام الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأطحى إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بقانون رقم 12 لسنة 2003 دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع بدء الساعات الأولى من أول ليلة من شهر ذي الحجة هاشتاغ خير أيام الدنيا قال مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحجة اللواء عمر الرطفي إن إجمالية عدد الحجاج الذين توافدوا على الأراضي المقدسة وصل إلى 55 ألف حاج من بينهم 19 ألف حاج قرعة تواصل مصر للطيران جسرها الجوية الذي تقيمه الشركة الوطنية لنقل حجاج بيت الله إلى الأراضي المقدسة وتسير الشركة اليوم وغدا 42 رحلة جوية لنقل 10 562 حاجا من مطارات الجمهورية إلى كل من جدة والمدينة المنورة أعلنت مصادر مطلعة بجوازات مطار القاهرة اليوم الأربعاء حدوث زيادة في أعداد الليبيين القادمين إلى مصر خلال اليومين الماضيين بعد تنفيذ إجراءات جديدة لتسهيل دخولهم إلى البلاد والتي تضمنت خفض السن للدخول بدون تأشيرة ودخول الليبيين المقيمين بالخليج صرح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طاها محافظ دمياط بأن شركة مدينة دمياط للأثاث وقعت اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع شركة سعودية إحدى أكبر الشركات الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط لإنشاء وتشغيل وإدارة المنطقة التجارية التسويقية بالمدينة على الأرض المخصصة لذلك بمشروع مدينة الأثاث بدمياط باستثمارات تقترب من الثلاث مليارات جنيه استقبل الحجر البيطري بمدينة أبو سنبل جنوب محافظة أسوان نحو 3850 رأس من الإبر الحية القادمة من السودان عبر ميناء أرقين البري على الحدود الجنوبية وتم حجها بالحجر البيطري بمدينة أبو سنبل لاستكمال إجراءات الإفراج البيطري تمكن قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية من ضبط شبكة إجرامية كبيرة متخصصة في الإجار بالأعضاء البشرية قرأت محكمة جنايات المنصورة بمعاقبة شخص بالإعدام شنقا والسجن المؤبد لست آخرين والسجن 15 سنة لخمسة متهمين بخطف طفلة معاقة ذهنية وحجزها بمكان أسفل كبري سندوب العلوي واغتصابها لمدة ثلاثة أيام قال أحمد السيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية إنه تم إغلاق 14 مخبزا في مدينة شبرى الخيمة بسبب التلاعب بحصص الدقيق المدعم وبيعها بالسوق السوداء مشيرا إلى أن قرارات الغلق لكل مخبز تتراوح من شهرين إلى 6 أشهر وفق الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج اليوم الأربعاء على اعتماد شيك صرف حافز الشهر والنصف لعمال غزل المحلة قبل إجازة عيد الأطحى المبارك أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات فيما يخص إنشاء كلية طب الأسنان في جامعة أسوان وإنشاء كلية الإعلام بجامعة المنوفية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن قطع الخدمة عن مدينة بنها اليوم الأربعاء لمدة 7 ساعات ابتداء من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة الرابعة فجرا لإجراء غسيل وتطهير دوري بالكلور لشبكات المياه بمدينة بنها تشاهدون اليوم على موقعي أنا السلفي باب المعارض من سلسلة الأرب المفرد فضيلة شيخ ياسر برهامي المحاضرة السابع والعشرين من سلسلة تفسير سورة آل عمران ومشهد الكافرين وحسراتهم من سلسلة مشاهد من يوم القيامة الشيخ إيهاب الشريف أعز ما يملك الشيخ رجب أبو بسيسة تقرؤون اليوم على موقعي أنا السلفي تحرف أحكام المواريث في تونس وسقوط الأقنعة كتبه عبد المنعم الشحات حجة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها واحد أولا بداية الحجة كتبه رمضان النجدي بالإضافة إلى العدد السابع من مجلد تحت العشرين انتهت نشرة الأخبار من موقعي أنا السلفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته